موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة حبيبي انا اعمل مع بعض وصفة وصالة عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وصفة النهاردة هتبقى التلبينة التلبينة ديت ممكن في ناس تعرفها كتير وممكن في ناس لسا ما تعرفهاش فعشان كده هنعملها مع بعض النهاردة خطوة بخطوة والتلبينة ديت بتعالج امراض كتير هنتكلم برضو ايه عنها التلبينة النبوية بتعالج امراض كتير الوقاية من امراض القلب والتهابات البسانة والكلة وأمراض ضغط الدم والسلطان الكولون والقرق عند النوم والتعبات الصدر المزمنة وهشاشة العزام وكبان اللي هي مهدق للتوتر العصبي ومنشط للكبد وبتعالج الامساك وكبان اللي هي بتأول جسم كله وكبان اللي هي بتساعد في النمو عند الاطفاء وكبان اللي هي مكوّل الزاكرة عند الاطفال والكبارة وكبان اللي هي بتعالج الاكتئاب وبتزيد من هرومينات السعادة في الجسم وكبان اللي هي بتخسل البطن يعني بتنظف البطن كلها وكبان اللي هي بتساعد كمان في التخسيص يعني اللي هي عايزة تخس بتساعد كمان في التخسيص واللي تكلم في كده كمان الدكتور محبّد عبد الفتاح وأكدت الأبحاث العلمية أن التلبينة لها تأثير قوي جدا في إنقاذ الوزن وعلاج فعال جدا لكل الأمراض فعن تابع مع بعض بقى كده ونشوف هنقبلها ازاي تعالوا بينا بقى ايه كده حبيبي نصلي كده على رسول الله عليه وقفضل الصلاة والسلام ونشوف هنقبل التلبينة ازاي علشان نعمل التلبينة عن احتاج للشعير بتجيب الشعير من عند العطار وبتبداي اللي انت بتنقيه كويس عشان ما يبقاش فيه زلط أو طينة أو أي حاجة وبعد كده بتبداي اللي انت بتخسليه كويس جدا تحت الميا كزا مرة لحد ما يبقى المياه نظيفة كده ايه معاكي بعد كده هوت بتحطيه بقى كده على صنية وبتسيبيه من بالليل كده ايه للصبح وبعد كده هوت بتبداي بعد كده اللي انت عن حمصه بقى ايه دلوقتي على البتجاز عن تبع ايه مع بعض طبعا انا نطق ايه كنت عاملة حابة كده ايه زغيرين لان انا عندي دقيق شعير كنت بجاهزة يعني ايه فبس انا حبيت اللي انا اورركم ايه الطريقة ايه دلوقتي عشان نامل الديق الشعير فعنبدأ بعض بقى بعد ما سبتوا كده كده طول اللي لا ايه شوية اللي انا جاهزتهم دولت حابة اللي انا احطوهم على البتجاز عشان يتحمصوا ايه بعاية كويس طبعا وهنا بنحمصوا على البتجاز عن نبدأ اللي احنا عنسمع صوت كده صوت فرقع كده كده زج بديك بتعني فشار كده طبعا انت بتставديه خالص لحد ما يتحمص وينشف ايه معاكي كل دوت بس عشان يسهل في الطحن بتاعه لما تيجي تضحليه كده في الكبه بتاع تخلاط ينتحن معاكي بسرعة وكمان الى وقت ما بتيجي تغسل الشعير ممكن اللي انت تسيبيه في المية لمدة ربع ساعة او نص ساعة كده هوت وبعد كده بتصفيه وبعد كده بتحطيه على العراصلية وبعد كده بتبداي اللي انت بتحمسيه كده بنفس الخطوات كده لحد ما ينشف معي خالص ويبقى مفوهوش اي مية خالص وبعد كده هنبدأ اللي احنا نطحانه في الكبه بتاعت الخلاط ايه مع بعض طيب انا علشان اه كده انا كده بحوله لديق الشعير طيب ديق الشعير ده هوت هنستخدم بقى ايه العميل التالبينة ممكن تعبليه على فكرة ممكن تعبليه بمية بس اللي هي التالبينة وممكن تعبليها باللبن بس اللبن يكون خالي اتدسق الناس اللي هي عايزة تخس وممكن اللي هي تعمل الوصفة ديه من غير لبن خالص بس اتعمل التالبينة ديت بديق الشعير بس والمية وبس كده هوت يعني مجرد اللي هي طبعا تبقوني كده وطع عشان ايه لسه هنعمل الطريقة ايه مع بعض بس انا حبيت برضو انا اقول لكم برضو ازاي اللي احنا ممكن نستخدمها يعني وممكن برضو ممكن اللي احنا نضيف لها برضو في الاخر خالص رشة ارفة رشة زجابين زين بيها اه ممكن برضو اه اللي احنا نعمل برضو التالبينة ديت اه كنوع ايه اه يعني اه يعني سدك كده يسدك شوية يعني الناس اللي هي بقى عايزة تخس ومسافة شهر كده عايزة تنزل ستة كيلو تبالية كيلو وحاجات زي كده انا بطحن انا بطحن دلوقات الشعيق را بوك اللي هي تعمل بهلبية وابدقيق الشعير ده وات اللي احنا باعمله بعاكم النهاردة واللي هي تستخدمها كوجبة واجبة كده للإفطار الوجبة ديت هنقول لكم برضو ممكن تعبلي ايه بوك اتخذي خمسين جرام كده من دقيق الشعير اللي احنا جهزناه كده ايه مع بعض وبتغليه كده هوت يعني باعه كوباية مية وبعد كده بتزودي عليه آآ آآ كوباية آآ المهم اللي انت بتقطري في دقيق الشعيره وبتقلبيه كده على على البتاجاز لحد ما يبقى عامل كده ايه زي زي المهلبية وبعد كده ممكن اللي انت بتحطي له آآ يعني ممكن لحد كده بس من غير عسل ومن غير ايه حاجة ايه خالصة آآ فبتبدأ اللي انت بتعمليه كده هوت وبتستخدمي آآ كوجبة للإفطار أنا كده عملت دي الشعيره هوت وبتاكلي بينه كده هوت يعني حوالي أربعين جرام كده كل يوم على الفطار آآ طبعا آآ الوجبة دي بت يعني بتخليك قعدة لحد ساعة يعني أربعة خمسة كده هوت آآ وانتي مش حاسة بجوع خالص آآ آآ وكمان في نفس الوقت كمان اللي يعني انتي مش عتحسي بال بالجوع آآ دوقتي انا حعمل بقى معاكم التلبينة كمشروب آآ آآ ما انا عقلتلك ازاي اللي تتستخدميها كم يعني كنوم من المهلبية آآ اللي تتستخدميها كوجبة للإفطار آآ وبالطريقة ديت كمان الطريقة المهلبية ديت كمان آآ مسافة شهر آآ آآ مسافة شهر واحد آآ آآ عتخسيسك من ستة كيلو لتبارية كيلو آآ الوقتي البرات كان فيه كوباية مية وحطيت عليهه بعلقتين من دي الشعيرة وآآ زي ما احنا شايفين انا حطيته على البتاجاز وبعد كده لما يغلي آآ آآ هابدا بعد كده اللي انا احط ايه كوباية من اللي بقنا آآ آآ زي ما احنا شايفين كده ايه حبيبي انا بسيبه كده على البتاجاز لحد بيبدأ بقى ايه اللي هو يغلي ياه وكمان هي في الخطوة دي كمان والتلبية كده بتبدأ اللي هي تغلي كده على البتاجاز آآ هنتابع ايه مع بعض برضو وحنشوف شكلها آآ هي بيبقى شكلها بيبقى شكلها شبه اللبه نعم عشان كده هم سموها باسم التلبينة فعشان بتبقى شبه اللبه كده لما بتجي بتتغلي على البتاجازة وانتابع ايه مع بعض ايه برضو زي ما احنا شايفين كده ايه حبيبي انا سيبه على البتاجاز آآ خالص لحد بتبدأ اللي هي آآ تغلي ياه طبعا انا عامل الفيديو معاكم خطوة بخطوة وحبيت اللي انا اشارك معاكم الوصفة ديات النهار ده لان هي فعلا جميلة جدا وبتعالج امرات كتير جدا وكمان الناس بقى اللي هي عايزة تخس فان شاء الله كده هوت آآ يستخدموها كمشروب بس بمية بس والناس اللي هي عايزة تستخدمها آآ باللبق نعم ممكن يعملوها باللبن بس اللبن يكون منزوع الدسم يعني ايه منزوع الدسق نعم يعني انت بتجيب اللبن وبتبدأ اللي انت بتغليه وبتحطيه آآ بتسيبيه لما يبرد خالص وبعد كده بتدخليه على التلاجة لحد ما يتكون عليه اشطة فانت بتشيل الاشطة ديت خالص وبعد كده بتاخدي اللبن ده بتعمليه وبعده التلبينة فبعدت كده بتعمليه بلبن خالد دسمة آآ الناس بقى اللي هي يعني مش عايزة دسم كتير فبكر اللي انت تاخدي اللبن ده وبتعمليه بنفس الطريقة آآ يعني انا استخدمت النهار ده راح استخدم لبن آآ خالد دسمة اللبن اللي انا هي تغلي. يا. وآآ هنلاحز كده بلونها الابيض الجميء. لا زي ما احنا شايفين. نعم. اه زي ما احنا شايفين اهوت. انا طبعا آآ انا بسبتلكم عليها. آآ علشان ايه تشوفوا معي الخطوات آآ خطوة بخطوة. آآ زي ما احنا شايفين اهوت. آآ اول ما تبدأ اللي هي تغلي كده فهوت آآ بعد كده حبدأ اللي انا اجيب بقى اللبن. نعم. ابص بص شكلها جميل ازاق يا. عشان كده آآ سموها بآآ اسم التالبينة. آآ علشان لونها اللونها الابيض الجميل شبه لون الحليق بقى. دلوقتي حجيب بقى اللبن. نعم. اللبن اللي عندي آآ كان مغلي وبارد وكان في التلاجة يعني. آآ فابدأ اللي انا اجيب بقى منه شوية كده وابدأ بعد كده اللي انا احط بالو كوباية على الكوباية اللي انا آآ اللي انا حطيت عليها معلقتين من دي الشعير وغالتهم مع البوتاجازة. طبعا انا اعمل لها ايه باللبا? بس آآ في الاول بسوش دي الشعير مع كوباية مية الاول. لا. انا سبته شوية لحد بغالة كويسة. والبوتاجاز كان النار البوتاجاز كانت واطية. دلوقتي انا حطيت كوباية لبا نهوت زي ما احنا شايفيه. نعم. وحاسيبه بس ايه? يبدأ بقى اللبن يغلي كده ايه غلوة برضو. ويبقى كده هي خلصت معي. انا دلوقتي عاملها كمشروب. انت في الخطوة ديت بتيجي تعبليها. آآ يبقى انت حتزودي دي الشعي. لو انت هتعمليها مهلبية. تستخدميها كوجبة للافطار لو انت عايزة تخسي. فانت في بتحطي اربعين جرام كده. من ايه? من دي الشعير في الاول مع كوباية الميا. ازا ما احنا شايفين كده هي غلط خلاص. فحابدة بقى ايه? بقى اتجازة معي. آآ حابدة بعد كده اللي انا اصبها. وفي الخطوة ديت ممكن اللي انت عايزة تحليها بمعلات عسل دحل صغيرة. آآ ممكن عايزة ممكن تشربيها كده من غير عسل خالص. آآ ممكن تشربيها من غير عسل. آآ ممكن عايزة اللي انت آآ يعني يعني قدامك حاجتين يعني عايزة تشربيها زي ما هي وعايزة تحط لها معلات عسل فبرحتك يعني. فزي ما احنا شايفين انا كده عملتها آآ زي ما وصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زي ما احنا شايفين شكلها جميل ازاي? يا. وزي ما زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان التلبينة تجم فؤاد المريض وتزرب ببعض الحزن. نعم. وبتدي كمان آآ سعادة للجسم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرو عن فؤاد المريض. ده. وكمان في حاجة حابة اللي انا اقول لكم عليها. احدا لو انتوا عايزين برضو تعبلوا كمشروب آآ الشعير ممكن برضو تعبلوا آآ من غير طحن من غير ما نطحن الشعير خالص. بمكن اللي احنا ناخد آآ شوية بالشعير ونلاقيهم كويس وبعد كده نخسلهم كويس تحت الحرفية. وبتبدأ اللي انت بتحطيهم في حاجة اكد انك بتغلي اي حاجة باللاعشاء. وآآ يعني حابة كده هوت آآ حوالي نص كباية كده بالشعير آآ مع نص ريت لباية كده ولا حاجة. وبتبدأ اللي انت بتغليهم على البوتجاز. آآ هتلاقي اللون بتاعها بقى اصفر. آآ فبتغديها وتشربيها من غير ما تحل الميا دي باي حاجة خالص. آآ الميا دي بتغسل البطن وآآ يعني بتخلصك من جميع الامراض اللي موجودة في قلب في قلب الجسم. وبتغسل البطن وبتنظفها. وآآ بصراحة بتبقى جميلة جدا وبتعالج امراض كتير جدا. نعم. اتمنى يا حبيبي آآ لنتوا تكونوا استفدتم بالفيديو اللي هارده ويكونوا يجبكم. كان معكم حلالي الوراكي. السلام عليكم.